حياكم الله في مشوارنا في برنامج عيدكم مبارك و الفن متواجدوا إيانا للحين من خلال فنانين متميزين قبل شوين تكلم عن التنوع ضيفنا اللي منورنا داخل الاستيديو فنان متنوع بمعنى متنوع أجاد كافة الأدوار باختلافه لما يجسد الدور كنا يمثلك بروحك كنا يقعد يمثلك يأبي يقنعك بروحك فأكبر من درجة الإقناع عشان ما نكثر بالثناء ولو أنه يستحق حسين المهدي منورنا وكل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك وتقبل أطاعتك كل عام أنتم بألف خير وعيدكم مبارك وتقبل أطاعتكم وأحب أبعث أسماعيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي صاحب السمو أمير البلاد وولي عهد الأمين وإلى الشعب الكويتي وأعضاءنا في مجلس الممو عسى ربي إن شاء الله يا رب مثل ما يقولون يخلينا حق هالبلد ويخلي هالبلد حقنا اللهم أمين ويبعد عنا كل حاسد الله أمين وعيدكم مبارك وكذلك لكافة الشعب الخليجي يا حبائبين أريدكم مبارك يا حسين وكل عام أنتم بخير وتقبل الله باعتك قبل ما ندش في أسئلتنا وفي نقول بنعرف أكثر من خلالك شون شفت اليوم في هذا الرمضان شاشة تبزيو الكويت وهذا الأرض الخصبة لكثير من المسلسلات وكثير من الفنانين شلي حسيته من خلال نقول البرامج اللي قدمتها يعني طبعا تلفزيو الكويت خلينا نقول غني عن التعريف وهو من أوائل الشاشات الخليجية اللي تميزت ولا زالت تتميز في مسلسلاتها في برامجها في مدعينها الجميلين اللي مثلكم يعني تلفزيو الكويت بالصدارة ولا زال بالصدارة بإبن الله تلفزيوننا رائد ومو قاعد نزكي يعني تلفزيوننا لأنه بالنهاية هو تلفزيون وطن لما كان فيه هناك قصور يوم الايام ومثل كل من يعمل هناك قصور حاولنا أن نغطي هذا القصور ونعالجه والحمد الله وصلنا والكمال عند الله سبحانه وتعالى نحن نقول لتلفزيون الكويت مثل العقار يمرض بس ما يموت وإذا كانت فيه فترة مثلا كان فيه قصور فيه فتلقى يعوضها على طول من ثاني يوم وما يبين للمشاهد فترة الشكل القصور هذا الحين خل الكلام هذا تفخرني عن موضوع المسباح المسباح هذا وياك دائما بس لم تجداشا تلقاني مسباح وياك بالشخصيات مرات ها؟ لا شوف هالسنة صارت يعني لزمة لزمة بمسلسل الناموس لما نتكلم وقالوا أنه بنميز الجماعة عمالة بو محمد وراشد المالث نبينميزهم بشيء فتميزنا كلنا بالمسباح فصار المسباح هو لزمتنا وأنه يعني الشي المتعارف عليه اللي يريدشها الجماعة لازم يأخذ المسباح طبعا هذاك مسباح ثاني هذا المسباح ثاني هذاك هاوي مصابيح فعلا ولا؟ والله يعني مو هاوي بس أنه تعرف الشي المميز أروح صوبا يعني شذي يعني يعني عندي بكل نوع صنف يعني بس بالدجداشة لازم يأخذ المسباح تقريبا 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 له الدرجة زين لما وظفت بالشخصية على أساس شنو؟ يعني هو قلت لك مثل ما قلت لك هو كان يعني عشان نميز الجماعة في مسلسل الناموس جماعتكم محمد ميزناهم بالمسباح لا قصد كانت المبادرة منك أو الفكرة منك؟ من محمد انور في مسلسل الناموس من محمد انورينا أخي يحسن إن شاء الله تنوعت في هذا رمضان وعندك نقول أكثر من عمل شفنا صحيح ارتداء الممثل من شخصية إلى شخصية أخرى والتنوع هذا شلون عشتها وشلون كانت الظروف اللي مريت فيها خصوصا مع جاءة كوبيد نايتين طبعا خلونا نقول الله يبعد هالكورونا عني ونفتك منها اللهم رمضاني هاجب عواتنا جميعا طبعا ما يتأذتنا الكورونا نفسها أذتنا أنه ما خلتنا ناخذ راحتنا في مجمعات التصوير أو المطاعم فطرينا أن نحن نتغلب على هل أمور هذه ببناء الديكورات يعني خلونا نشوف الأستاذ المنتج عبدالل بشهري أوجه له تحية طبعا وقل عيدك مبارك هو كاست العمل كامل وعلى رأسهم الفنان محمد المنصور يعني تكلف بشكل مطبيعي بس عشان ما يبين الفرق وفوق هذا كله لا تنسوا أننا مسلسلنا موسكنا نتكلم عن حقبة الزمن الجميل السبعينات صحيح فكان الموضوع أن نبي نبين كل شي جميل في هذه الفترة فاضطرينا لبناء الديكورات وتكلفة كبيرة وكثيرة على المنتج لكن اللهم لك الحمد طلع بالصورة الجميلة اللي أنتو شفتوها فمثل ما قلت لك الكورونا هي خنقول تلفتنا هالسنتين الله يبعدها عننا يا رب إن شاء الله والله يرحم من توفانا ويطول بعمر اللي مرض فيها أو وصاب أنصاب فيها يعني بس إن شاء الله إن شاء الله نبطر هالفترة هذه يتعدي راح يكون في مسلسلاتنا الآية راح ندارك كثير من الأخطاء إذا كنا أخطأنا في مسلسلاتنا السادقة بنكمل في موضوع التنوع وهذا التنوع يعني أعطيك طبعا أنت ما شاء الله لا إله الله في كافة جوانبك مميز لكن أعطيك بونس تنوع الفنان إحسين المهدي التنوع يعني متوقف على شنو شنو المقاييس اللي يتوقف عليها التنوع عرضوا طلب الفنان يبي يجرب قدراته الإمكانيات الجمهور شنو يبي التنوع على أيساس التنوع أولا يكون من البذرة البذرة اللي هي شنو النص لما يكون في عندك نص جديد ومتجدد ويظهر شخصيتك بتلقائية جميلة فأنت هنا راح التنوع وراح تبين أن أنت شخص محترف في تنوعك في الأدوار أو تقمص الشخصيات اللي مكتوبة فلازم يكون هناك تنوع في الكتابات تنوع الممثل نفسه في لبسه في شكله في أداءه في ظهورة خاصة يعني ظهورة كامل هنا يكون التنوع غير شديد أنا دائما أقولها لجميع الممثلين يمكن فيه ناس تقول أنا ما أحب أشوف نفسي بالتلفزون أنا لا أقول أشوف نفسك بالتلفزون عشان تتعلم من أخطائك أنا شخص مستحيل أطوف مشهد ما أشوفه إلا إذا ركزت فيه ودققت فيه وتأكد أنا بشنو أخطأت عشان إذا الله جعلنا من اللحياء وإعطانا عمر وإينا بنمثل مسلسلات ثانية ندارك هذه الأخطاء ونظهر في شكل أكثر جمالية وأكثر حرفية بالتمثيل التخصص يعني تخصص مادري فيه علم يقول أن التخصص أفضل وفيه فناني يشوفون التنوع أفضل أضرب لك مثال عالمي وأضرب لك مثال عربي عربي الفنان سامير غان متخصص كوميديا ومميز تميز لا محدود عادل ما متنوع تروح عالمي عندك أديمير فيه متخصص بالكوميديا والاسميث لا متنوع صحيح فالمدرستين مقنعتين صراح وهذا قلناها ليصار في عندنا نص جديد ومتغير ومغاير لما سبق صدقني راح يتنوع الفنان وهو بنفسه يتحكم في أدواته ويقدم شخصية جديدة يعني يبين فيها هل هو كوميدي تراجيدي أو أي كان كان جوكر نفس الفنان مرحوم غانم الصالح رحمة الله عليه طبعا أوجه تحية حق أبناء رحمة الله المرحوم غانم الصالح كان جوكر قال عنه عبد الحسين عبدالدو رحمة الله عليه كذلك كان جوكر تحطه بالكوميديا يضرب تحطه بالتراجيديا يضرب غانم الصالح كان متنوع في أداءه وفي اختيار نصوصه فهذا اللي يميز الفنان عشان يتنوع في أدواره اللي يقدمها تكلمت عن التمييز أستاذ حسين ما شاء الله نشوفك نحن متواجد متواجد سنويا مع فنانين بكثرة بصراحة نزيل شعور النجاح والتألق هذا شلون تحس فيه وشلون تشعر فيه من بعد ما ينعرض المسلسل وتواجد مع فنانين كبار شكثر يأثر فيك يأثر يأثر طبعا لما أنا أيوة أشتغل مع فنان كبير مثل محمد المنصور عسرة بطولة بعمرة قاموا هاما يعلمنا من أداء الجميل كذلك الفنان سعد الفرج وكذلك جاسب النبهان كل هذول مدارس سنة عن سنة نتميز معهم وبي عطاءهم السابق يعني مثلا سعد عبدالله أنا هالسنة افتقدت أني أنا لم أمثلت إياه إن شاء الله ما نفقدها السنة الياج نكون كل افتقدها صلاح إن شاء الله تروح للكرون عشان الناس ترجع دون زين فعن عندي هل المدارس هذي مدارس كبيرة تعلمت منها ولازلت أتعلم منها من عطائهم من احترامهم للوقت من احترامهم للفن فهذا بروحه لما أنت سنة اللي بعدها وسنة اللي بعدها وتشوف أن هالممثلين يصرون على طلب اسمك هذا بحد ذاته نجاح يخليك تفرح وتسعد غير شذي عندنا الحين خلونا نقول السوشال ميديا وأرى الناس بالشارع لما نتشوفها وتقول لك أنا حابك شذي حابك شذي أو كارهك في هذه الدورة أعرف أن أنت نجحت وأعرف أن أنت دخلت إلى قلب المتلقي أو المشاهد خلونا نقول بصورة جميلة وحلوة يعني أنا أشوف طول ما أنا في هذا المجال أتمنى أنا بس رسية بعد رأسي تسلم طول ما أنا في هذا المجال أتمنى سنة عن سنة أن أدوم أمثل معها الشخصيات الكبيرة عشان أستفيد منهم لأنهم مدارس في عطائهم وراح يتمون مدارس لنا وراح أنتعلم منهم زيادة وزيادة حوش كلام وكلام حلو كلام يعني ما عليه ما عليه يعني كلام دبلوماسي عجوبت كلا دبلوماسي كلام ما عليك كلام يعني كلام مميز يا حبيبي حسين حسين كيف ترصد شخصيا كيف ترصد ردود لفعال وأنا عارف أنك أنت نشط بالسوشال ميديا السوشال ميديا أنت ترصد شخصيا لك للعمل طبعا ولا بس لك لا للعمل كامل يعني أنا قصدي توصل حق زملائك أكيد أكيد شوف أستاذ مهل أنا قبل من أيام المعهد العرف المسرحية لما كنت أيام دراستي كنت دايما أقول أو أقول حق محمد الحملي ومسي عليه بالخير وأقول عيد كمبار ويوسف حشاش وهي عبد السلام كنا كلنا دفعة واحدة وهايد شباب يمكن أبعاد عن الوسط الفني أمثال مهنة المهنة وحسين الصاير ومحمد عبد الناصر زاير فكنا دايما نقول للحق بعض أن خلونا إيد وحدة لا يصير أن في واحد يتميز بأداء فيكون شاط عن المجموعة ويبين بشكل مو حلو أنا عندي دوم كلمة واحدة دوم كلمة واحدة أقولها أن الإيد روحها ما تصفق لي صارت كاملة الصفقة راح تنسمع بشكل وجمالية جدا جميلة فدائما أنا أقولها أنه يعني النجاحي من نجاح المسلسل كله يعني أنا أسعد وايد لما أسمع مثلا ناس حابة عبد الله بهم حابة حصل نبهان حابة محمد المنصور حابة هيفاء عادل حابة خالد أمين بوثينة حابينوا كلهم في أداءهم حتى لو ما يرد فعل واحد بسيط على أدائي فأنا أعتبر أن المسلسل مشاهد وأن الناس شافته وأكيد يعني التمييز هذا أو هذا فهذا بمقدار تعبه فاللهم لك الحمد أنا دائما أرصدها من خلال السوشال ميديا أطال التويتس أطال على الإنستجرام السناب شات وأشوف ردود الأفعال هنا أتطمن وأرتاح أنه تعبه هذا طول السنة ما راح على الفاضي شنو فاضيك أصب أفتخار بسيط بكمل بالسوشال ميديا شنو فاضيك قربك من الناس بالسوشال ميديا فاضي الكثير حاليا وايد فنانين يعني يعني ما يتواصلون مع جمهورهم يتمون من سنة ليسنة فإحنا في عصر السوشال ميديا خلاص إذا صار واحد غاية فترة تلقى شبه شبه منسي يعني أعماله هي اللي تذكر الناس فيه فلازم تتم على تواصل لازم تتم على تواصل لازم بين فترة وفترة تلقي التحية يعني نفس اللقاءات أنا أنا شخص مقلب اللقاءات يعني آخر مرة طلعت يمكن إذا ما خاط ظني بعد رمضان اللطاف أو رمضان اللطاف بعدها بشهر طلعت يعني كل سنة لازم أحرص أن يكون فيه لقاء أتواصل فيه مع الجمهور أتواصل فيه مع المتلقين عشان يتم بيننا يعني أشرح شنو اليديد اللي عندي شنو اللي قدمته وشنو وهم أستفيد إذا كانت هناك فيه مثلا نقد أو آراء ناقدة أستفيد منها عشان أعدل منها وأطور من نفسي وذاتي للسنين القادمة بإذن الله بإذن الله وأنا أقول ضروري الفنان بعد عمل يعني كرمضان لازم يطلع الجمهور ويسمع آراء الجمهور ويشوف يحصد نجاح العمل اللي قدمه نقول في السنوات الأخيرة حسين ما عاد العمل يعتمد على بطل واحد صحيح ويمكن هذا السؤال سألته حق إخواني اللي قبل مبارك وخالد لكن راح يكون نفس السؤال لكن بطريقة مختلفة توقع شنو الأسباب اللي خلت كل عمل فيه أربع خمس أبطال هل نقول التقدم اللي قاد ننشاء الثورة التكنولوجية اللي قاد ننشاء الكاتب تغيرت مداركة وتفكيرها والمحتوى اللي عنده الأحسن ما يسلط الأحسن المهدي نفرض يعني أي فناني وش كثير يأثر على الفنان اللي يعتمد في سنوات ماضية أنه هو البطل يأت لنا فترة خلونا نتكلم فيها بصراحة طبعا عيد إحنا لا لا فرعتك عيد طالب نهوس من زين يأت لنا فترة كانت أو كانت المسلسلات تعتمد اعتماد كل على البطول النسائية ولا زالت في بعض المسلسلات لكن يمكن اللي كسرها الحواجز عفوا اللي كسرها الحواجز هذه الكتاب الفنانين الكبار أمثال سعاد عبدالله ومحمد المنصور وغيره وغيره وسعد الفري يعني هم اللي أوصوا أن التم البطولة الجماعية هي الأفضل يعني الكسر هذيات من فنانين من فنانين من كتاب مدارس أنا أقول وما أقول عنهم فنانين صراحة يعني مو وليدة التطور يعني نعيشها صحيح أجبني ردك أبي أسماء من فنانين من كتاب من أساسا يعني حتى الجمهور خلاص صار يعني خلونا نتكلم صراحة من 2010 لألفين أو من 2011 10-11 لغاية 2013 كان في بعض المنتجين توجههم توجه يعني للبطولة النسائية بحث لدرجة أن في بعض القنوات ألزمت أن لازم تكون عندنا البطولة النسائية هي المطلوبة لكن بعدها فترة كل شيء تغير هو بالنهاية الجمهور متذوق الجمهور نسمها قال ماهر قبل شوي قال ويل سميث يقدم شذي يقدم شذي عاد الإمام يقدم شذي يقدم شذي سمير قان نفس الشي هذول الناس لما يقدمون الشكلين هذول الجمهور يرغب بالمزيد فإنه لما أنت يطلين عليه بشكل واحد ما تغيرينه راح يمله راح يزهقه وهذا الشيء هو اللي خله سعاد عبد الله وغيرها من الفنانين الكبار محمد المنصور وسعد الفراء أن يطالبون بتغيير وكذلك بعض المخرجين ما ننسى لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يطالبون بتغيير البطولة النسائية أو البطولة مثلا خلونا نقول المتوحدة في جروب لازم يتم شوي في تغيير عشان الناس تتقبل وتسعد في تلقي المسلسل اللي راح أنت معه ولا ضد يا حسين أنت معه ولا ضد نقول هذا الفكري التغيير أكيد معه أكيد معه بس أنه ساعات إذا في شيء نحن ناجحين فيه خلنا نستمر فيه بس نستمر فيه بعقلانية يعني عبد الحسد الرضا رحمة الله عليه كان مع الفنانة القديرة سعاد عبد الله وقلها عيدش ومبارك وجه الله تحية كانوا ثنائي جميل كل شيء قدمونا جميل ناجح صحيح كان ولا زال وللحين نتابع إحنا أعمالهم نبي عمل واحد يكون مو حلو ما فيه ونتمنى أن نترجع هالأشياء هذه مرة ثانية رحمة الله عليها عبد الحسد عبد الرضا يعني نتمنى مثلا سعاد وحياث نتمنى يرجعون مرة ثانية بفكر جديد ومغاير نتمنى كتابنا يتحمسون يكتبون أكثر من اللي يكتبون الحين مع أن يعطيهم العافية أبدعوا في هذه السنة جميع الكتاب وعلى رأسهم أذكر أخوي محمد أنور اللي أنا اشتغلت إياه حاليا والجميلة مريم الهاجري مؤلفة وأنا بعد أحبك فيه أشياء يديدة قاعد تطرح في السوق بس اللهم يعني خنقول المشاهدات ساعات تصير على شيء معين وساعات لا برة ساعات حصيلة الرمضانية زحمة تكون برة رمضان يكون فيه منافسة جميلة حلوة لقلة المسلسلات حسين يعني عيد ف عاد بس دعونا نتكرر لا لا نفرح الناس ونضيف لهم أشياء يديدة نتناقش فيها يلا الكاتب النجم اليوم عندنا الكاتب النجم في فترة من الفترات كان الكاتب الأوحد كان واحد كاتب أو كاتبي اليوم تنوع الكتاب صحيح ونجوم اسم يعني النجم الكاتب نجم هذا يقيد الفنان ولا يعطي الفنان قوة دافع يعطي دفع بوش يبدع يعني يعني يبدع الفنان مع الكاتب النجم ولا يقيده أنا ترى مستند اللي قائد أقوله أنا سمعت مخرج مخرج عرب أنا ترى أحبんで شوف الله مخرج عرب قال لا يقيدني الكاتب النجم الكاتب النجم إذا كان أعلى مني مستوى وهو مخرج يقول يقيدني ما يعطيني هذه المساحة بالنسبة حق الفنانين الممثلين عندنا هنا في الكويت في سلاسة جميلة بين الكتاب والمخرجين والمنتجين يمكن قبل فيه كاتب أو كاتبين سواء ذكر أو أنثى كانوا يفرضون ممثلينهم لكن حين مثل ما قالت استاذ افتخارنا خلاص تغير المنهج هذا فيه ناس قامت تطلب مو البطولة النسائية مو بطولة الشخص مطلقة المطلقة فأنا اللي أريد أن أقول أن الكاتب عندنا مثلا محمد أنور جدا سلس وسهل بالتعامل مثلا أنا قلت له ما عجبني هذا ودي يكون شديد يقول أكيد أحترم رأيك بس أنه ما يغير من محور القصة ما يغير من محور القصة الكتاب اللي الحين عندنا يعني مثلا أنا كمحمد أنور لمن بي والشغل إياه اشتغلت يا ديرفا اشتغلت يا محمد علي رول والحيم الناموس هذا بالنسبة لي نجم مثل ما أنت قلت السنة الياية راح أطمح أن أنا أكون بشيء مميز لأن هذا الإنسان اللي رب العالمين وفقه بثلاثة أعمال وكتب شيء حلو إن شاء الله بيتوفق بالسنة الرابعة فلازم أنا أكون قد الثقة هذه اللي أولاها لي وكتبها لي سواء كتبها لي ولا ما كتبها لي أنا لازم أبدع في هذا الدور يعني الحين الكتاب عندنا نحن خصوصا في الخليج أنا أشوف جدا سهلين وجدا يعني خامة سهلة أن أنت تأخذ وتعطو إياها في التغيير لنجاح العمل بحسن نفرت نقطة جدا جميلة قبل شوي المرحوم عبد الحسن عبد الرضا مع سعاد عبد الله وأيضا نعيدهم ونصبح لهم بالخير الأستاذ سعاد وأيضا حياة الفهد قلت كابلس ناجح وماشاء الله تمهوا سنوات طويلة صارت بيئة مستدامة للنجاح إحسين المهدي وين نلاقي ممكن فاتشر نشوفه يكون تنائي ناجح مع إحدى الفنانات أنا كونت تنائيات ناجح أنا شفت بس أنا ما بي أحدد أسامي أنا أحدد لك من بينهم بثين الرئيسي أمسي عليها بالخير حاليا هي في عمان بينها الله يردها بالسلامة لنا وكذلك فاطمة الصفي في بداياتي هبة الدري أمل العوضي مع أن أنا عندي عتب جدا كبير على أمل العوضي لغيابها عن الساحة الفنية أمل العوضي يعني أنا أشوفها شخص مميز أنا أتمنى أنه يرجع لدوته اللي بينه وبينها لأنه كنا محققين نجاح جدا جميل سواء في نوايا ون نوايتو وعندنا ذكريات لا تموت وعندنا ثورية إذا ما خافظني يعني أربع أعمال أنا مثلت إياها اللهم لك الحمد لقيت أصداء جدا جميلة وكذلك ما بخس حق أختي النجمة بثين الرئيسي في مسلسل ذكريات لا تموت وفي الديرفة ومحمد علي رود والحين وأنا بعد أحبك أربع مسلسلات كذلك لقينا نجاح أنا جدا هالشخصيتين أستمتع لمن أمثل معاهم الأخذ والعطى جدا جميل خصوصا إذا صارنا يعني لنجاح المسارح وللحين من 2002 أو 2003 إذا ما خافظني بلشنا في المهرجانات ومتى يمكن قطعنا عنها يمكن لمن دخلنا في السوق أو المشاريع الغير الأكاديمية اللي هي تجارية لأنه بالنهاية العمل حتى لو يقدم بلوقع محلية فهو أكاديمي لأنه يقدم طرح جدا جميل لكن أنا أتكلم عن المسرح النخبوي المسرح النوعي النوعي اللغة العربية إحنا كلنا أبناء المسرح وودنا أن نرجع مرة ثانية للمسرح بس فكونا من الكورونا بشرق الحين تواب الشرونة محمد الحملي وخالد وخبارك جاهزين إن شاء الله إن شاء الله جاهزين وراح نقدم احترازاتنا الصحية والضوابط الصحية اللي اشترطت علينا من وزارة الصحية بإذن الله بس إحنا هم يعني نطالب من الجنهور المساعدة إنهم يطعمون إن شاء الله ويقعدون بالتزمون بالإشتراطات الصحية عشان إن شاء الله نترجع الدنيا شوي شوي ونرتاح منها إن شاء الله المسرح رات بإذن الله رات بداية الثراجة بإذن الله تكون إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أكيد اسمعت تطعيمه مع التزام بالإشتراطات الصحية حسين بالفترة الأخيرة يعني أنا قاعد أشوفك قائتميل إلى حقبات زمنية قديمة لحقبات؟ زمنية قديمة صحيح ولمست فيك حب صحيح حق هذا الحقبة الزمنية أسهل اللغة فيها يعني أسهل لعشان نوصلها لمتلقي يعني مثل ما قلت أمسي علي محمد أنور بالخير لسلاستة هو كاتب نجم بس لسلاستة والسهولة التعاملة كنت أقول له أنا حاب أني أنا أضيف بالحوارات طبعا ناهيك عن المسلسلات اللي كنا نقدمها قبل أو نشوفها قبل في التلمزون اللي تعلمنا منها الكثير فكنت دايما ويا محمد أنور أقول لأ ولما أكونوا يا أبوثين الرئيسي أقول أنا حاب أضيفها الجملة أو أني أزيدها الجملة أو أني أزيدها العبارة غير الكلام اللي احنا من مراهقتنا الشطانة هذا الحب اللي كنا نتعلم لا في ورونة تفيد النص يعني فإيه فكنا نضيفه نضيفه هالكلام هذا الجميل ونحطه عشان نخدم فيه النص فالزمن هذا اللي هو القديم كان أسهل لأنه يوصل للمتلقى للمشاهد فكنا نحبه وايد فلا زال حبه موجود فينا فعشان شديد لما نقدمه بحب فعشان شديد يوصل بسرعة للمتلقى أو للمشاهد وإحنا لقاءنا لك دايمن يكون مغلف ومغطى بالحب يا سيمان شرفتنا وأنت عارفة كانتك عندنا ومكانتك عند الجمهور عسى الله يوفق دايمن وشكرا على قبولك الدعوة في هذا التوقيت ندري يعني الوقت أهل وعيد فنشكرك على قبولك الدعوة وعورك ما تأخرت عن تلفزيون وأنا أتشرف وجدا سعيد بلقائكم وجدا سعيد أني أنا أطلّيت عليكم من شاشة تلفزيون الكويت وعلى المشاهدين وأرجع وأقول عيدكم مبارك وجدا سعيد ومن تقدم إلى تقدم لشاشة تلفزيون الكويت بمذيعين هالجميلين أمتلكم اللي هم شرف للمهنة الإعلامية سلمك يا سين وكل آنة ونجومك ونشوفك في أأمال جميلة وأنا حبيتك ترى بالحقبات الزمنية القديمة إن شاء الله بإذن مشاهدين نطلع فاصل ونعود